السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة شيف امير اليوم ان شاء الله رجعت لكم وصفة جديدة سوف نحضر مع بعض هذا الطابق الذي بزاف بنين طابق من اروع ما يكون سهل بسيط و يعطيكم كمية كبيرة هذا الطابق يعني كامل تعرفوه اللي سيكون مقارن بالبشامل سوف نشارك معكم ايضا طريقة تحضير البشامل بشيجيكم هكذا اليس ويأتي بزاف بنين ومن اروع ما يكون بطريقة سهلة وبسيطة ننصحكم اتبعوه هذه الوصفة حتى الاخر من تتوصلوا بجديد الوصفات جماعة بناتنا لازم عليكم تحضروا هذه الوصفة اليوم قبل غضوة لانه من اروع ما يكون بزاف بنينة يلا نمروا مع بعض طريقة التحضير اذا اول حاجة سوف نحضروا مع بعض الحشو اللي سنستعملوا فيها اللحم المفروم تقدروا انكم تستغنوا عليه كل واحد وعلى حساب المقدور لكن اذا ضفتوه رحيطكم بالناء بزاف هيلة اذا كما رأيكم اول حاجة سوف نحضروا مقلة كبيرة ندروا في هذه الحبة بصول اللي يكونوا صغار وحبة كبيرة اللي يكونوا مفرومين في الناعم نقلوهم مليح في شوية زيت و بعد رح نضيف عليهم حوالي 5 فصوص تعتوم يعني هاد السلصة حاول انكم تدروا فيها كمية مليحة تعتوم حيث يكون بالناء بزاف هيلة اذا كنت قلوه البصول والتوم مليح نضيف كمية الحم مفروم تقدروا انكم تستعملوا كمية كبيرة تقدروا انكم تعودوها بالدجاج المفروم و لا تقدروا انكم تستعملوا على حساب عدد افراد العائلتكم نقلو هذه الحم مليح و بعد رح نضيف لها التوابل بالنسبة للتوابل عندي شوية فلفل اسود و لا حرور نضيفوا ايضا كمية توابل اللحم عندي هنا ملح اللي هي ملايا ولا ملح عادي يعني انا نستعمل هذا لانه شوية صحي على الملح العادي اللي نتناولوه دايما ونضيف في الاخير شوية فلفل حمراء اللي تكون حارة تقدروا انكم نضيف في الفلحة مرحلوه يجب ان تستعملوا هذه وهذه هاتف توابل كما رأيكم سهلا و بعد رح نكمل نقلو هذه المكونات جيدا بعد رح نضيف لهم التوابل دعوه الحمتع ايضا مليح و في هذا الصلصة نستعملوا طماطم مصبرة بعد رح نضيف ملعقتين كبيرتين طماطم مصبرة بعد رح نضيف الطماطم نقلو هذه المكونات جيدا وهنا كفكرة صغيرة لتنحو هذه الحموضة على طماطم المصبرة تقدروا انكم تضيفوا ملعقة صغيرة انا كنت نسيتها لكن ميران في المونتاج تفكرت كيف لا تقولها لكم لكي تتخلصوا من هذه الحموضة نقلوها مليح كما رأيكم و بعد رح نزيد عنها حوالي 4 كاس تعمى لكي تتحرح المليح وتعطينا نتيجة كثيرة حيث الحشو نقلوها على طماطم و نحضر بقية المراحل سوف نحضر مع بعض السلسة البشاميل لا يوجد فيها كامل سوف نقلوها لكي نحضر مع بعض المقارن يعني نقلوه يغلي و في كاسرونة سوف نقلو سوف نتابعوا هذه الطريقة في تحضير السلسة بشاميل أعطيكم نتيجة خرافية من أرواع مياكن كما رأيتم خمس مغارف مارغارينة و زبدة في كاسرونة و أعطيتهم حتى يدوبوا و يعطيناها هذه النتيجة بعد أن يدوبوا سوف نضيف عليهم أيضا خمس مغارف كبار فارينة و نكمن خلط هذه الفارينة مع الزبدة يعني نظن أن هذه المرحلة كامل تعرفها في تحضير السلسة البشاميل لكن السر مرشة هنا لكي تأتيكم بلها حبيبات السر مرشة في هذه المرحلة في المرحلة كما رأيتم بعد أن نخلط هذه الزبدة و الفارينة نحن نخلطها على النار متوسطة لمدة دقيقتين أو دقيقة و نصف حتى يدوبوا هذا اللون كما رأيتم هذه الفارينة سوف ننزع هذه الفارينة بعد أن تكون طابت مع الزبدة و نجعلها على الجهة حتى تبرد تماما يجب عليها تكون بردة و لا تكون سخونة نأخذ كاسرونة و نضع فيها 5 كيسان حليب حليب يكون عادي و نجعل هذا الحليب حتى يصل إلى درجة الغاليين و يجعله يسخن الملح و في هذه المرحلة تقدروا أن تضيفوا توابل كما نضيفت جوز الطيب يضيفت أيضا فلفل أسود و نضيفت الملح و لا تقدروا أن تضيفوا أي توابل تقدروا أن تنكو بهم مثلا تقدروا أن تضيفوا فودرة أو لا على حسب الضغط نجعل هذا الحليب حتى يسخن الملح و كما رأيتم الوصفة سهلة فيها 5 كيسانتا حليب خمس مغارف كبار و خمس مغارف كبار و خمس مغارف كبار مارغرين و زبدة حليب سوف نضيفه و سوف نعود و نرجع هذه الزبدة بعد أن تكون برد التمليح يعني ليس بردة بردة تكون دافية و نضيف حليب و نضيفه و سوف نضيفه و نضيفه و نضيفه و سلست المطاقة فى الروعة لو كنتت أجربت هذه الوصفة فى الوصفة سوف نغيرها كما تعلموا فحرات الصلسة البشامل سنغذرون كامل المكونات و نحرك منظرها حتى أن الصلسة لا تكون مصر ولا بتكون رضبة وجودها المخلصات لكن على هذه الطريقات سوف أعطيكم نتيجة كثيرة و السهلة تتحضر بالخف بكل سهولة وتعطيكم نتيجة كثيرة حيثوا اسفلسة البشامل وبالنسبة للكتفة يعني كيف اشجيع عقدة او لا انتم راح تتحكموا فيها تقدر انكم دولها خفيفة او طقيلة على حسب ما انتم تحبوا اذا ندرك المرة مع بعض راح ينطيبوا المقارون يعني نخلو هذا الماء يغلي مليح وبعض راح نفرغوا فيه المقارون تقدر انكم دولوا اي شكل انتم تحبوا لا يجب ان تتقيدوا بهذا الشكل وتخلوه يعني لمدة عشقايق وهو يغلي في هذا النار حتى يطيب معاكم وبعض راح نصفوه كما راح نرى هنا كامل المكونات المقارون تعنا راح هو جد لا كنت قدرت له الزيت والزبدة يعني هكذا كنت تحكم فيه مليحة عندي ايضا سلسة البشاميل هنا كانت بردت قليلا وعندي ايضا سلسة الحمفروم بالنسبة للجوب ندرت خالط ما بين الموزاريلا والشيدار يعني هكذا كنت تحصل على نتيجة هيلة اذا نمر مع بعض المرحلة التحضير هناك مرحلة ما نجاوزها نبغي دائما نديرها وعلى البدل ينشي بزاف منكم يديرها واذا ندير؟ ندير نصف الكميات على سلسة البشاميل في هذا المقارون وندير ايضا نصف الكميات على سلسة اللحم المفروم كما راح نرى هذه المرحلة يجب عليكم تديرها لكي المقارون تحضير لانه كيناس من يحضروا مقارون يديروا هكذا طبقات على مقارون بعد فوقها البشاميل وبعد يعودوا مقارون هذا المقارون يجي هكذا ناشف خاصة بعد ما يطيف الفن لكن في هذه الطريقة ستقوني سيجيكم بشمخ البشاميل لاني نصحكم جربوا المقارون البشاميل يجمعوا شوفوا لي المقارون هنا كيف رهي شهي يعني بلما طيبه في الفن بلوله رهي باني شهي وتقدروا انكم تناولوه كيما هكذا تاني يعني يجي بزاف بنين سوف نديره في الفن يعني مقارون بالبشاميل سوف نجيبه ثانية انا استعملت ثانية بحجم عائلية تكون شوية كبيرة ثم سوف نفرق فوقها نصف الكميات على المقارون وشوفوا لي المقارون كيف جدا يعني يجم شمخ بزاف هائل سوف ندير ايضا كمية تعجم المبشور هنا حاولت اني نصرع لكم الفيديو شوية يعني بشي ممل وبعد رح ندير ايضا الحش وتعلى الحم المفروم على سلسة الطماطم حاولوا انكم توزعوا هكذا كامل كيف كيف وبعد رح ندير ايضا كمية قليلة سلسة البشاميل لانكما تعرفوا يعني كنا ادلنا من قبل سلسة البشاميل في هذا المقارون فلا تخافوا ما رحش يجيكم ناشف كامل و رح نشوف معي نتيجة في المرحلة النهائية نعود ندير الكمية المتبقية على هذا المقارون اللي كنا نلطفنا له سلسة البشاميل واللحم المفروم ونوزعه كما رحكم تجاهدوا وتحصلنا على ارواع طبق للعشاء و للفاتور يعني بحجم عائلي يعطيكم كمية كبيرة وايضا يشبع ويجي بزاف ابنين اذا في الاخير سنكمل نوزع طبقات البشاميل كما رحكم تجاهدوا و الكمية التي كنت أعطيتها لكم يعني ستخرج لكم طبقات عائلية كبيرة كما رأيتوا و في الاخير سنجد الجبن المبشور تقدروا تستعملوا اي نوعية جبن المهم انه يكون كاليتي تعوشابه بشاطئكم بالنار كبيرة كما قلت لكم انا استعمل جبن الموزاريلا مع جبن الشيدار تقدروا انكم تستعملوا واحد فيهم فقط اذا بعد ما نكملو سندخلوا هذا الطبق للفون لمدة عشت قايق فقط نشعر عليها من فوقه حتيت حمر مليح هذا اللون الذهبي يعني هذا الفرماج يدوب و يتجمع معكم و سنقدمه في طبق التقديم و سنرى مع بعض النتيجة بعينكم وهذا الطبق يأتي بزاف هايل و بزاف ابنين اذا كما رأيكم تشاهدوا هذه الوصفة عنها اليوم ووصفة سهلة بسيطة يعني تقدروا كامل تحضرها في وقت قياسي و ستقوني البنة مضمونة يأتي ببنين بالبزاف يأتي بشمخ ماشي ناشف و كامل عائلتكم سيحبوه دائما عدوهونا شاهدوا هنا كيف يأتي بطابق يأتي بزاف هايل البنين كما قلت لكم يعني مدابية لو كان مديت لكم شوية الدوق و بشتروني رأيكم في هذا الطبق اللي حضرته اليوم و ثاني أريد أقول لكم حاجة ما يجب عليكم تستعملوا اللحم مفروم في هذا الوصفة تقدروا انكم تستعملوا عليه تقدروا تعودوا بالدجاج المفروم تقدروا فقط المقارون بالبشامل لانه ستقوني الوصفة اللي كنت حضرتها معكم وصفة ناجي حمية بالمياه خاصة اذا تبعتوا نفس الخطوات و نفس المراحل اذا كما لكم تشاهدوا كانت تدير وصفة عنها اليوم وصفة سهلة بسيطة كاملة تقدروا تحضرها والاهم انه بزاف بنينا تعطيكم كمية كبيرة فلا تنسوش اذا عجبتكم الوصفات بارترجوها مع اصدقائكم نلتقي ان شاء الله في وصفات لاحقة مع السلامة اشتركوا في القناة